بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الجلسة في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أتشرف بتواجدي من خلالها معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر للحديث بإذن الله تعالى عن لماذا لا يحافظ ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه على التركيز ومقاومة تشتت الانتباه إذن لماذا لا يحافظ هؤلاء الأطفال ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه على أنه يقاوم هذا التشتت الذي لديه لماذا لا يستطيع التركيز ومقاومة التشتت هل هو بالتأكيد ليس بسبب أن العناد لدى هذا الطالب ليس بأنه بسبب دلال زائد من الأسرة أدى به إلى هذه المشاكل ليس بسبب لا مبالات أو تحدي سلطات للمعلم أو من حوله من الأشخاص الكبار ومن لهم سلطة على هذا الطالب أو على هذا الطفل لا هو يقوم بهذه السلوكيات دائما نحن نتحدث بسبب مشاكل خارجة عن إرادته إذن نتحدث عن هذه المشاكل ونبينها لكي تتضح كيف تكون طريقة لنقول التدخل الأفضل والأنسب وطريقة التعامل المناسبة عند التعامل معه إذن هذا يرجع دائما إلى العدز في القدرات العقلية التالية والتي غالبا ما يشار إليها بالوظائف التنفيذية الحفاظ على التركيز ومقاومة التشتت عند أداء المهام هو ما يميز مشاكل الانتباه التي تظهر في اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه عن تلك التي تظهر في اضطرابات أخرى مثل الاكتئاب هو أن المصابين باضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه يعانون من مشاكل في الحفاظ على الانتباه لفترة زمنية مستقبلية والمثابرة عليه إذن هم لا يستطيعون الحفاظ على التركيز لفترة زمنية وحتى مستقبلية وإن استطاع فأنه لا يستطيع إلا لفترات وجيزة وقليلة جدا أحيانا حتى في البدايات ربما تصل إلى ثواني هو لا يستطيع مقاومة هذا التشتت ربما الأشخاص على سبيل المثال الذين لديهم في اضطرابات أخرى اكتئاب عندما نحاول معه يكون في جلسة هادئة يستطيع الجلوس عدم التشتت لفترة طويلة هي التي تميز اضطراب فرط الحركة وتشتت انتباع عن هذه الاضطرابات الأخرى لا لا يستطيع حتى أحيانا التركيز لمدة ثواني لا يقاوم هذا التشتت الذي يأتيه ولو لوقت وجيز جدا فنحتاج إلى عمل الكثير من التدريبات وهم أقل قدرة على إنجاز الأمور التي تحتاج إلى وقت أو إنجازها في الوقت المحدد أو في الوقت الذي ينطوي على الالتزام بأحداث مستقبلية إذن هو لا يستطيع إنجاز الأمور التي تحتاج إلى وقت إنجاز أمور تحتاج إلى وقت أو فيها خطوات عديدة هو لا يستطيع إنجازها والقيام بها وتحقيقها فأنه بالسبب المشاكل في الدماغ لديهم حتى إذا كان لديه مهام مستقبلية عليه القيام بها هو لا يستطيع تذكرها ولا القيام بها كذلك بالشكل الصحيح كما إنهم ينتبهون إلى ما يحدث الآن فقط ما يحدث الآن فقط ويهملون مهماتهم الواجب إتمامها ليكونوا مستعدين للآتي أو ليكونوا قد أنهوا ما كلفوا به وحتى إذا حاولوا المثابرة على أداء المهام أو الأهداف فإنهم أكثر عرضة من الآخرين للتشتت بفعل أحداث لا صلة لها بالهدف أو المهمة إذن هم دائما ينتبهون إلى ما يقومون بفعلها الآن الفعل الذي يقوم بها التصرف الذي يقوم به في اللحظة الحالية هو الذي يلفت انتباهها لا يلفت انتباهها أي أمر آخر أو أنه عليها القيام بهذه المهام وربطها مع بعضها على سبيل المثال لو كانت الأسرة تستعد للخروج من المنزل السعاد لديه اطرافرت حركة وتشتت انتباه هو خلال هذا لا يفكر إلا أنه جالس يلعب و يستانس و يرقى فوق و يخرب و لا يعرف أنه عليه خطوات يجب عليها القيام بها يجب عليه أن يستعد بلبس الملابس المناسبة لبس الأحذية كرمكم الله للخروج مع كل الأسرة جالسة تعمل و أخوه هنا جالس يلبس الملابس و هنا لبس الأحذية و يستعد و يقول أنا جاهز هو لا يفكر هو فقط يفكر في إلعين لا يفكر في أمره استقبلي هو يفكر في ما يثار في ذهنه الحالي يعني في اللحظة الحالية و يستانس يشوف فيلم كرتون برنامج مفضل لديه يستمر و يجلس و ينظر و يفكر جاه في باله و يلعب بالسيكل يلعب بالسيكل و الجميع لا يستعد و يخرج هو لا جالس يلعب لا يوجد لديه إدراك هو لا يفكر فقط إلا في اللحظة التي هو فيها و حتى إن حاول و بذل جهده في وضع أهداف محددة لا يجب عليها القيام بها و اتباعها فإنه دائما سيكون عرضة لنسيان هذه الأهداف و المهارات و الخطط التي يجب عليها القيام بها تلك الأحداث المشتتة ليست مجرد أشياء بعيدة تحدث من حولهم و لكنها أيضا أفكار بعيدة عن الواقع تحدث في أذهانهم المشكلة هنا ليست باستقبالهم للمشتتات أكثر من الآخرين و لكن المشكلة تتمثل في إخفاقهم في مقاومة تلك المشتتات كما يفعل الآخرون إذن هو ليس فقط لديه مشاكل أحيانا في مشتتات بمعنى على سبيل المثال داخل الفصل ربما طالب يتشتت بسبب أنه بجانب الباب هناك العديد من الأشخاص يعني كأكثر من شخص بيمر من عند الباب فيه الرايح والجاي كلهم يمرون بجانب هذا الباب ما يسبب تشتت بالتأكيد لهذا الطالب و لكن لو يفرط الحركة و تشتت انتباه هو ربما فقط في أفكار ربما جالس في مكان هادي مهيئ جدا للدراسة مهيئ جدا للمذاكرة و لكن هو لا يستطيع مقاومة أفكار للتشتت هي فقط مجرد خواطر وردت على ذهنه بأنه يرغب مثلا بأنه يروح يسوي له مثلا أكلة مفضلة و إلا بيروح يأخذ حلاو هو يعرف أنه في مكان معين بيروح يأخذ الحلاو بعدين ثم يروح يأخذ الحلاو و ينسى وش كان هو يسوي أنك كنت في الغرفة كان عليك أنك تقوم بأداء الواجب و المهمة التي كانت عليك كل هذا يتشتت لا يستطيع مقاومة هذا للتشتت يعني لدينا نويجيس في مكان إضاءة مناسبة جلسة مريحة طاولة مناسبة يستطيع من خلالها حل الواجبات و هو جالس و نطلب منه أنه حل الواجبات خطر في باله أنه فيها البطاطس التي أحب في الدرجة الفلانية في المطبخ يروح للمطبخ لا يستطيع مقاومة هذا تشتت مع أنه ما كان لودا إلا دقيقة واحدة على سبيل المثال جلس لحل هذا الواجب أو المهمة أو مراجعة الاختبار ثم بعد أن يذهب إلى المطبخ سينسى ما الذي كان يجب عليه القيام به و لا يفكر إلا فقط أنه الحين جالس يأكل بطاطس بعدين مر و شاف البرنامج اللي هو يحب يشوف أو يلعب و نسى الواجب و المذاكرة اللي كان يجب عليها القيام بها إذن هو لا يستطيع مقاومة هذه التشتتات حتى و إن لم يكن لها علاقة بالبيئة المحيطة به هي فقط أفكار تأتي في ذهنه ثم لا يستطيع أن يتذكر أنه كان عليك القيام بهذه الأهداف هذه المهمات كان عليك القيام بها لا يستطيع استحضارها و تذكرها إذن الذاكرة العاملة من أكبر المشاكل لدى الأطفال ذوي اضطراب فرط الحركة و تشتت الانتباه الذي نقصد بالذاكرة العاملة أنه ينبع جزء كبير من عدم اهتمامهم عن عدم قدرتهم على التركيز على الهدف الذي اختاروه أو كلفوا به أو الخطوات الواجب اتباعها لتحقيقه و ملاحظة تحقق الهدف بمجرد حدوثه و هذا يعكس نقصا في الذاكرة العاملة و هي القدرة على تذكر المهمة التي سيقوم بها الفرد إذن الذاكرة العاملة ربما المعلم على سبيل المثال في الصف عنده بدر لديه التراف فرط حركة و تشتت انتباه داخل الفصل و وجه جميع الطلاب يلا يا شباب الحين يجب على الجميع عدم الحديث الله عندما يقوم برفع يده و كذلك عليكم القيام بكتابة هذه الثلاث نقاط التي تشاهدونها أمامكم على السبورة بدر أصلا من الأساس تلقى هذه التعليمات الواضح أنه سمع هذه التعليمات و لكن لا يوجد تركيز ذاكرة لا يوجد فيها استيعاب لهذا الكلام الذي تلقاه ثم هناك خطوات متعددة هو لا يستطيع حفظ أوامر فيها أكثر من خطوة بمعنى أنه يجب علي عدم رفع يدي و يجب علي كذلك أن أقوم بكتابة هذا الواجب كل هذه لن تجعل لديه انتباه و تركيز عالي و حتى إن قام بتذكر هذه الخطوات في المرة الأولى في خلال زمن هذه الجلسة زمن هذه الحصة عندما تأتي حصة قادمة بسبب هذه المشاكل في الذاكرة هو لن يستطيع استحضار تلك التعليمات مع بقية الطلبة يعرفون النظام الذي يقوم المعلم باتباعه في كل حصة بدون كتابة هذه التعليمات بدون استخدام أي أسلوب آخر يتذكر هذه المعلومات هؤلاء الطلبة لديهم مشاكل لا يستطيع استذكار و استحضار هذه التعليمات ولا استحضار أنه مل خطوة يعنينا الآن أكتب الخطوة الأولى ثم الخطوة الثانية ثم الفكرة كاملة عندي أن أكون أنجزت الواجب و حققت الهدف المطلوب لا يوجد استحضار لهذه الأفكار داخل الذاكرة لهؤلاء الأطفال و كيفية إنجاز هذه المهمات لا تعتبر الصعوبات التي تحدد في تذكر الحقائق أو المعلومات أو المعارف مشكلة بقدر عدم القدرة على تذكر ما يجب القيام به و الاستمرار فيه حتى يتحقق يعني كان عندك مهمة تتطلب ثلاث خطوات يعني توجد عنده مشكلة في أنه يتذكر أنه عليك المهمة هذه عنده هذه المشكلة أنه يتذكر عنده المهمة هذه و حتى المشكلة الأكبر أنه حتى إذا تذكر هذه المهمة و بدأ في الخطوة الأولى لا يتذكر خلال هذه المهمة ينسى أنه عليك خطوة رقم اثنين و خطوة رقم ثلاثة يجب عليك إتمامه و خلال خمس دقائق حتى تصل المهمة لا يوجد لديه استحضار لهذه الأفكار حتى يستطيع إتمام و إكمال هذه المهام لتحقيقها إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حديثنا في مجال الطراب فرط الحركة و تشتت الانتباه نتحدث فيه عن سبب الذي يؤدي بهم إلى عدم المقدرة على التركيز مقاومة تشتت الانتباه الذي لديهم تحدثنا عن الذاكرة العاملة بإذن الله تعالى كذلك لدينا للحديث بقية في الجلسة القادمة بإذن الله تعالى نستكمل عن الأسباب التي تجعلهم لا يستطيعون مقاومة تشتت الانتباه الذي لديهم و زيادة التركيز كذلك نستكمله بإذن الله في جلسة قادمة نلقاكم على خير بإذن الله طبتم و طابت أوقاتكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ترجمة نانسي قنقر